أهلا بحضراتكم الجديد الحقيقة التفاعل الإماراتي الكبير مع هذا الحدث المصري المهم الصبر المصري الأهلي والزمالك بكرة إن شاء الله في أستاذ هزاع بن زايد الكلام اللي سمعناه من الزملاء هناك سواء الأستاذ صبر علي أو الأستاذ وليد فاروق يحسزنا فعلا قد إيه تفاعل الشارع الإماراتي الرياضي كله مع هذا الحدث يا أستاذ محمد يعني الحقيقة من الحاجات الجيدة المميزة أن ماتش السوبر أو كلاسيكو العرب يأتي تزامنا مع إطلاق خمسين سنة من العلاقات المصرية الإماراتية والاحتفال بها في الإمارات وفي مصر وندوات هنا وندوات هناك أكبر تعبير لها وجاذب انتباه لها الرياضة والأهل والزمالك تحديدا أكبر حزبين في مطر وفلوطنا العرب الحقيقة جاية ترتيبة كده ترتيبة سبحان الله يعني من غير حتى لو كانت غير مقصودة لكن جاية لتسلط الأضواء بقوة على هذا المؤتمر وعلى خمسين سنة من العلاقات المصرية الإماراتية والحقيقة نموذج مشرف للعلاقات الحقيقة لإخوة الإماراتيين الواحد الحمد لله يعني كثيرا ما تعملت مع الإخوة الإماراتيين الأدب والقيمة والاحترام وحب مصري لا يحدث عنه ولا حرج لكن هاخد من كلام أخونا وليد فاروق لما بيكلم عن اهتمام الإماراتيين من أنفسهم وليس الإعلام الإماراتي ممكن الإعلام يهتم وانشر خبر وانشر صورة لكن أن الشعب الإماراتي والإماراتيين بينهم أهلوية وزمالكوية يكادوا يفقون إحنا المصريين في تشجيعنا وتفاعلهم مع الإماراتيين وأنا أعرف هذا عن قرب لدي أصدقاء أهلوية ودي أصدقاء زمالكوية وبيننا تواصلوا على المنصات الخاصة بيننا مهتمون بشكل غير عادي بهذه المبررة وبشكل غير طبيعي ومهتمين أوي بالأهل ومهتمين أوي بالزمالك حاجة عظيمة جدا وحاجة محترمة جدا تشعر وكأن الآلي موجود في الإمارات والزمالك موجود في الإمارات وكأنهم موجودون معنا في مصر وهناك تدخل كبير جدا بين الشعبين والشقيقين المصر والإمارات التحية لكل حبيبنا وأشقانا في الإمارات التحية